مسلسل حارة الأوبا الجزء الثاني ملخص أحداث الحلقة التسعتاشر اللي بتبدأ بغفران بتتكلم مع جدتها بتقول لها مش حينفع إن أنا أتجوز الراجل اللي أبويا بيقول عليه كده هتفضح وأفضحكم شو في أي حل أما بالنسبة لزهرة كانت موجودة عند فاطمة وبتضيفها جميلة لكن كانت عدبانة عليها إن هي ما جدش ولا سألت على فاطمة طول ما هي موجودة عنده لكن طبعا جميلة بتقول إن هما كانت في ظروف صعبة جدا بالله بعد كده أبو العز بيتكامل مع أبو شوال أبو شوال بيحذر أبو العز من حاتم وبيقول له أكيد في موال في راسه خد بالك منه أما بالنسبة لطبنجة بيتكلم مع غندورة وبيقول لها إن هو بكرة هيبقى حاجة كبيرة جدا قالت له أنا هستفدي إيه لما تبقى حاجة زي دي بكرة رده وقال لها أجيت هتستفدي وحجيب لك غازي لحد عندك ويعتزلك قالت له ويعتزلي أما بالنسبة الغازي بيقول لي مريم هات الدهب اللي في إيدك قالت إن الدهب ده أبوها هو اللي جايبه لها وأمها ماينفعش إن هي تخلعه لكن بياخدوا منها بالعافية من لايه بعد كده أبو الأحلام قاعد بيتكلم مع أمه اللي بتقول له إن ماينفعش غفران تتجوز الراجل اللي انت بتقول عليه ده لأن كان في واحد بتكلم عنها هناك يعني في حمى وممكن يرجع تاني يتقدم لها وبتقول له بس استنى عليه كده يعني اسبوعين ثلاثة أما بالنسبة لي طبنجة فأخيرا بقى شغال فعلا وبيروح على الدرك وبياخد وظيفة عسكري من لايه بعد كده بتتكلم غفران مع جدتها اللي مش لقايا لقى حل لها لازم أقول لأبوكي كل حاجة وبيجي يحيا وبيهدد غفران وجدتها لو ما أخدش الدهب بتاعه أبو العز بيتكلم مع فاطمة وسهيلة وفاطمة كانت بتقول له إن هي عايزة زهرة تيجي البيت اللي كان فيه غاز ومريم اللي جنبهم علشان تبقى جنب سهيلة وتبقى جنب عزه لأنها زهقت جدا من قاعدتها في بيت خالها أنور ما كانش موافق في البداية بس بعد كده بيبدأ إن هو يوافق أما نائلة فبتروح تقابل قاصب بناء على طلبه وبيقول لها إن هو مجاش هنا ويعاش في الضيعة غير علشان حاجة في دماغه وكانت نظرته ليها كده مش طبيعية أما بالنسبة للمريم ففضلت تسرخ وكان فيه واحد معدي وسماعها هي بتسرخ سألها في إيه بالظبط حكيت له على كل حاجة وقارت له كمان من أبوها وحاول الرجل طبعا إن هو يساعدها أما أم أبو الأحلام بتقول له على كل حاجة وإن الدهب ده حقيقة وإن بنته سرقت الدهب فعلا من واحد مش بيخاف ربنا كانت شغالة عنده والواحد ده حاول إن هو يعني ياخد اللي هو عايزه منها في الحرام وده اللي خلى أبو الأحلام يبقى عايز يحنق بنته لكن أمه قارت له اطلع ما تخنقش البيت ما تعملش فيها حاجة إنت عايز تقتلها زي أمها أنا عملي ما حسام حتى أبدا لو عملت فيها حاجة لازم تفكر بالعقل وتشوفها تعمل إيه بالظبط فضل يفكر وقارت له لو قتلت الراجل اللي عمل كده في بنتك هنبقى من غير الراجل وإحنا أصلا اللي حصلنا كل ده والطلطيم اللي إحنا شفناه وخدمة البيوت علشان أنت ما كنتش أصلا معانا لازم نفكر بالعقل وبالهدوء وبيجيب فعلا غفران وبيحلفها على المصحف إن إن حصل ده كان غصبا عنها وطبنجة بيشتغل في الدرك بينما الراجل اللي بعثته مريم من أبوها بيجيبه أبوها معاها أبو شوال وعزه وأبو العز بيكسروا الباب وبيدخلوا ويأخدوا مريم وأبو العز بيكتشف إن مريم مش معاها الدهب بتاعها وبتقول له إن غازي أخدوا بالعافية بيأمر أبو شوال وعزه إن هم يقلبوا الأوضة اللي بينام فيها غازي علشان يلاقوا الدهب بتاع مريم وبيعملوا كده فعلا أبو راتب بيتكلم مع أبو سمير وبيقر على الشغل بتاع أبو الأحلام إن هو شغال كويس بيرد أبو سمير وبيقول له دي حاجات بنية يعني والراجل كويس فعلا سيبه في حاله أما أبو العز فبيلاقي بعض الدهب في الأوضة بتاع الغازي وبياخدها وبياخد بنته ويمشي وكل ده أصلا كان غازي شايفه لأنه كان مستخبي وراء الصور بعد أبو العز ما بيمشي مع بنته غازي بيدخل البيت وبيلاقيه فعلا مسروق وطبعا أبو العز أخد الفلوس اللي كان فيها أما بالنسبة لسعاد فكالعادة بتشغل نفوسها مرات سعيد عندها في البيت وبعد كده بتيجي هنية بنت نفيسة مع أولادها حردانة من جزها وبتقعد معاه في البيت وبتتغاز طبعا سعاد أما مريم فبترجع لحضن أمها اللي كانت قلقانة جدا عليها وأخدتها في حضنها وهي متأثرة جدا وشافت كمان إيديها وقارت لها يبعات له كسر إيده يا رب على كل اللي عمله ده أبو العز بيطلب من فاطمة أن هي تروح على بيت جزها ما ينفعش تقعد أكتر من كده أما بالنسبة لغازي فبيروح علشان يشتكي على أبو العز أن هو أخد مراته وسرق كمان الفلوس والدهابات اللي كانوا معاه وبيتفاجئ بوجود طبانجة هناك شغال عسكري في الدرج وبيقول لغازي أنا لو منك كنت رحت وضربت وقتلت أبو العز ده الشويش بيقول لطبانجة روح دلوقتي وشوف شغلك أما بعد كده ففارس وأبو العز كانوا موجودين في البيت وبييجي إلى أسكري وبياخدوا على الدرج وبيقولوا أن فيه واحد مشتكي عليك اسمه غازي أن انت خطفت مراته وكمان سرقت منه دهبات بيقول أن أنا ما عملتش كده دي بنتي وكان خطفها وحبسها وجمان أخد دهبها اللي طلع من بيتي بيه غصبا عنها وأنا عايزها تتطلق منه وكمان مش عايزها تعيش على زمته رده وقال له فيه واحد يتمنى خراب بيت بنته رده وقال أديك قلت أنا بقى عايز بنتي تسيبه علشان هو بيعزبها وعيش معاه في زلل بيتفاجئ أبو العز بوجود طبنجة هناك بيشتغل عسكري أما بالنسبة لسعاد فبتبقى متضايقة من وجود بنت نفيسة عندها حردانة في البيت بترجع كمان افتكار بنت نفيسة برضو حردانة من جزها وصعاد بتدهق جدا وبتقولها انت كمان هتحردي عندنا قالت لها أيوة وده بيت أبويا سعاد بتقول لي بهيجة قومي بسرعة في الناملية اللي حيخلصه على الأكل كله أما غازي فبيواجه أبو العز بأن هو سرقه وكمان أبو العز بيقول إن هو عايز يطلق بنته منه وبيرد الشويش بيقول له حد عايز خراب بيت بنته وقال له قديك قلت محدش يعوز بيت خراب بيت بنته لكن هو عزبها كتير وزلها كتير وبييجي بعد كده غازي وبيقول إن هو مش هيطلق مراته وإنه عايزها وبتخلص الحلقة على كده ده كملخص الأحداث الحلقة 19 من مسلسل هارة القبة الجزء الثاني ترجمة نانسي قنقر